بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في فيديو آخر وتمرين آخر من سلسلة التمارين التحدي أو تمارين الأولمبياد إذن كيف تلاحظوا أمامكم عندنا مستطيل إذن هنا المطلوب هو البحث عن طول القطعة A B علما أن A E D مثلث قائم الزاوية طولها الضلع 7 سنتيم طول الضلع E D 24 سنتيم والمثلث B F C إحتوى مثلث قائم الزاوية في النقطة F وطول الضلع B F هو 15 سنتيم إذن كالعادة وقف الفيديو فكر مزيد في التمارين خذ وقتك ومن بعد أرجع وشوف الحال إذن على بركة الله نلاحظوا أن المثلثين A E D و B F C مثلثين قائمي الزاوية إذا اعتبرنا الارتفاع H 1 دي المثلث B F C والارتفاع H جوج دي المثلث A E D إذن إذا حسبنا الارتفاع H 1 تبقى أن المسافة A B تسوي H 1 زائد المسافة X 1 إذا حسبنا الارتفاع H جوج تبقى أن فقط نحسبه المسافة X جوج إذا الآن نحسب المسافة A B عندي جوج دي الحالات إما نحسب الارتفاع H 1 والمسافة X 1 أو نحسب الارتفاع H جوج والمسافة X جوج إذن بالنسبة للحالتين الحالية التي تسببها سهلة هي حسب الارتفاع H 1 زائد المسافة X 1 بالعكس بالنسبة للحالة الثانية بإمكاننا نحسب الارتفاع H جوج ولكن بالنسبة للمسافة X جوج عندي فيها جوج المسافة سخصنا نحسب هذه المسافة زائد هذه المسافة إذن المسافة AB تساوي H1 زائد X1 إذن كيف يبقى لنا؟ نحسبه الارتفاع H1 والمسافة X1 إذن كي نحسبه الارتفاع H1 يجب أن نعرف مساحة المثلث BFC القائم الزاوية في F ونعرف أن المساحة المثلث قائم الزاوية تتساوي القاعدة في الارتفاع ونقسم على الجوش وبما أن هذا المثلث قائم الزاوية يمكن أن نعتبر هذا FC ارتفاع وBF هي القاعدة إذن القاعدة في الارتفاع على الجوش وبالتالي المساحة تساوي BC في H1 على الجوش وكتساوي في نفس الوقت BF في FC على الجوش إذن خلال العلاقة الأولى والثانية إذن الارتفاع H1 كي يساوي FB مضربة في FC مقسم على BC ونسميها العلاقة 1 إذن الآن نحساب طول دلع FC ولا نريد أن نحساب طول دلع FC وبما أن المثلث ب FC قائم الزاوية في F سوف نضروري طول دلع BC ونطبق مباراة في طغرس المباشرة وبالتالي سوف نحساب طول دلع BC وهو أصلا طول دلع AD لأنه ADCB مستطيل وهناك نعرف بالنسبة للمثلث A, E, D مثلث قائم الزاوية في النقطة E لدينا الضلع A, E ودينا الضلع E, D تطبيق مباراة في طغرس المباشرة إذن الوطر S2 وهو ADS2 يساوي A, E, S2 ودينا الساوية يساوي 625 من QD وrilلي 02 وهو ADS25 الآن ما يتطبيق مباراة في طغرس المباشرة على المثلث B.A s2 ف petit door То C attacker ELLE يساوي مربع 400 اللي هي 20. اذا اهل قناة طول دلع Fc اللي هو 20. اذا عندنا طول دلع BF 15 طول دلع BC 25 طول دلع Fc 20. اذا الان رجع للعلاقة الاولى. اشواء حد كتساوي 15 مضربة في Fc مقسمة على BC وبالتطبيق العددي اذا اشواء حد كتساوي 15 مضربة في 20 مقسمة على خمسة عشرين كتساوي اتناش اذا اش واحد كتساوي اتناش سنتيم. اذا الان بقال لنا نحسبه المسافة اكس واحد. الان نلاحظوا معي مزيلا. المثلتين DFH والDF متلتين متشابهان. لماذا? لان في المثلت الصغير DFH عندنا زاوية قائمة. وعندنا في المثلت د E A زاوية قائمة. وبنسبة المثلتين D E A والDFH عندنا زاوية مشتركة. اذا نلقينا في المثلتين زاوية اذا الزاوية الاولى هي هذه والزاوية الثانية مشتركة. ومن حسب حالة التشابه الاولى فان المثلتين متشابهان. وبما ان المثلتين DFH والD E A مثلتين متشابهين فان الاضلع المتناظرة متناسبة. وبالتالي الضلع A D على الضلع F D كي ساوي الضلع A E على الضلع F H كي ساوي الضلع E D على الضلع H D. اذا تطبيق عادة دي كنحصله على خمسة وعشرين على F D كتساوي سبعة على X واحد كتساوي ربعة وعشرين على H D. اذا ما يمكن ليش نستعمل F D المسافة F D لانا عندي المسافة X واحد مجهولة و F D مجهولة وبالتالي نستعمل المتساوية الثانية او الجزء الثاني اللي هو سبعة على X واحد كتساوي ربعة وعشرين على H D. اذا مجهولة نحسب المسافة H D. والمسافة H D هي المسافة KC. وبإمكان نحسب المسافة KC بالحسيمة على المثلات KFC القائم الزاوية في K. اذا باستعمال مبارهنة في تغرس المباشرة عندي F C U S 2 كتساوي KC U S 2 زائد K F U S 2. اذا KC U S 2 كتساوي F C U S 2 ناقص F K U S 2. تطبيق عددي. KC U S 2 كتساوي 20 U S 2 ناقص 12 U S 2 اللي هي 400 ناقص 144 كتساوي 256. وفي الاخير KC كتساوي جذب مربع 256 كتساوي 16. اذا KC كتساوي 16. ومنه H D كتساوي هي 16. الان نرجع لعلاقة لنا ونعود H D بالقيمة لها هي 16. سنحصل على 7 على X 1 كتساوي 24 على 16. اذا طريقة الثلاثية او جذب الطرفين جذب الوسطين. سنحصل على X 1 كتساوي 7 16 مقسومة على 24. بعد الاختزال اللي هي 14 على 3 هو من X 1 كتساوي 14 على 3. اذا اخيرا المسافة AB كتساوي X 1 زائد H 1. اذا تطبيق عدده هي 14 على 3 زائد 12. سنحصل على 14 على 3 زائد 36 على 3. وفي الاخير المسافة AB كتساوي 50 على 3. اذا الى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة